رأيي الشخصية فعلا عندك حق بأن أغاني أسمهان كانت قريبة قريبة بصدق بدون تكلف يعني لما تقول يا حبيبي الحقيقة سهل إمتى حتعرف الورد يعني غنت الكثير ولكن السهل ممتنع وكذلك في انفتاح وفي تحرر للمرأة وأقول وأفتح قاوس في أموطة المرأة كذلك وهناك تحرر هناك في أسمهان الشيء يعني كيف عاشت يمكن عاشت في الفتاح يمكن عاشت الحياة كانت صعبة كذلك يعني الهجرة من الشام إلى مصر كيف كان نمط العيش عندها كان شوي صعب مش بسهل وهناك كان حركة كان قوة كان مش حرب ولكن شيئا ما من الدفعص يعني من شيئا المعاناة هو دا اللي خلاها يعني بوحد الجرأة بوحد الفتاح في الكلمة وفي كذلك الإقاعات الخفيفة أم كالتوم كانت قريبة من فخامة أم كالتوم فخامة الشعر الذي تختار سرامة أم كالتوم كذلك سرامة يعني كانت واحد الغيجار كانت واحد القانون كانت واحد القانون وواحد الجدية وكانت محاطة إن شاء الله بشعر أكبار وأسافدة ومؤسسة بأكملها يعني يا سيدة أم كالتوم لحد الآن يعني يمكن سيدة أم كالتوم كانت كذلك تعجب النساء وتعجب يعني النساء أجمعين ولكن بس فقط أدرك بأن السيدة أسمهان غنت السهل المبتنع غنت الشيء البسيط المباشر بدون يعني تكلف ولكن كذلك بأن يعني إلينا جينا نغني وإمتى هتعرف ياريت هذا ملتقى السحرين سحر أسمهان وسحر كريم يعني كان مالج أمت حتعرف إنت إني بحبك إنت إمتى 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 أنت حتعرف إمتى إمتى حتعرف موسيقى